طبعا عندنا يوم الجمعة ماتش منتخب مصر مع نيوزلندا يوم 22 مارس الساعة 10 مساء في استاد مصر بالعاصمة الادارية يوم 23 تونس مع كرواتيا في استاد القاهرة مركز الثالث والرابع بقت يوم 26 في نفس اليوم في استاد القاهرة والفاينال في نفس المعاد في استاد العاصمة الادارية طبعا عشان ظروف الصيام ما نفشل على الساعة 6 ولا الساعة 7 ليه كده شوية يعني طلبات اولا الحضور الامنة وافقة على 30 الف متفرج في مباراة مصر ونيوزلندا ما علمتوا انه ان شاء الله الاسعار التذاكر هتكون قليلة جدا 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 يعني بشكل جيد يعني وده امر اسعدني جدا فاتمنى ان شاء الله ده مين ده مصطفى الشوبر اللي ورا ولا ايه في حد عنده اصابة او حاجة نتمنى ان شاء الله كلهم يكونوا سلام يا رب ان شاء الله فانا ما عنديش اي معلومات يعني الساعة تاخد يمكن خبطة في التمرين ولا حاجة ان شاء الله كلهم يكونوا بخير وسلام يا رب ان شاء الله فطلبي ان شاء الله من الشركة التذكرتي الناس نفزت والرقم خلاص بقى قليل بتاعتها من التذاكر انا بتمنى انه موضوع التسويق لهذه المباراة يكون بشكل مختلف بمعنى نعمل تذكرة اسرية يعني ايه تذكرة اسرية كل خمسة مثلا برقم معين بميت جنيه مثلا او اقل شوية ونعمل وجبات انا مش بغزر انا بتكلم جد انا عارف انه في نظام مواصلات معمول بشكل جيد وعارف انه حيصروا كل الامور دي للسادة الجماعير عشان تقدر تحضر ان شاء الله في المباراة بس انا الحقيقة ليه رجاء هنا رجاء ليه الجميع انه احنا في مرحلة جديدة في منتخب مصر وانتو حضرتكو طلبتو مدرب وطني فجي المدرب الوطني طلبتو كابتن حسام حسن جي كابتن حسام حسن معظمكو يعني الناس ما بتجماش على حد طيب طالما انت حضرتك يعني اه ده طلبك وتم الاستجابة لهذا الطلب جميل جدا يبقى حضرتك بقى كمان اعمل اللي عليك واحنا عايزينك الراجل المدرب ده يحس ان الناس وراه يحس الناس بتشجعه يحس الناس بتسنده طب الناس هتسندني ازاي انا عالسوشال ميديا يا فرحتي انا عايزك انا بقولكش روح يهتف لحسام خالص روح يهتف لمصر الامن سمح بتلاتين الف التلاتين الف يحضروا بعون الله المباراتين اللي افتتاح وان شاء الله نكسب نلعب الختام وحتى لو قدر الله يعني انت لو حتى لو قدر الله لو خسرت ان شاء الله هنكسب يعني هتلاعب يا اما تونس يا اما كرواتي فماتشاط لسه بنقول يا هادي لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم فانا مش حاعد اترجى الجماهير لانه ماينفعش ان انا اترجى جمهور مصر انك تروح تحضر مبارات لمنتخب مصر ماينفعش انت عندك سهرة رمضانية شوفوا موضوع الوجبات الصحور او وجبات الافطار زي ما انت عالي الناس تفتروا تروحي بقى وجبات الصحور تبقى خف شوية فايش مشاكل يعني ماتش الساعة عشرة بالليل فالناس تتفرج وتتصحر وتاخد مشروبها وكل حاجة والناس تستحق الحقيقة غير ان الملعب نفسه يستحق لانه احنا كنا عملنا حلقة من هذا الملعب وانتو شفتوا الدنيا كتعاملة ازاي في الاستاذ ده كله بالكامل كتحلقة مع الدكتور اشرف صبعي وزير الشباب الرياضة اللي بشكره وشكري من هنا للسنة الجاية على حاجات كتيرة جدا 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 فانا لا عايز اقول نداء ولا عايز اقول رجاء ولا عايز اقول دعوة لا لا انا عايز اقول الحافز الوازع اللي جواك لانه خلاص كلنا عرفنا ان الرياضة هي العنوان الرئيسي في كل حتة في الدنيا خاصة عندنا في بلدنا وفي المنطقة بتاعتنا يعني والملعب ده ما ينفعش بقى فيه الفين ده اللي يبقوا زي اللي يعني كيانك مش حاطط حد في الاستاذ ده الثلاثين الف حتى قليل على ساعة الاستاذ ده لكن ماشي تكون بداية فعزين الثلاثين الف يكونوا موجودين نظام المواصلات نظام التذاكر فكرة الوجبة الصحور دي فكروا فيها مش عيب ابدا يعني سهلة جدا وفيه ناس من الرعاة ممكن يعملوها بمنتهى البساطة مش هتبقى فيها مشكلة يعني انا عايز احفز الناس انها تبقى موجودة ومن هنا ورايح بقى الناس كلها تروح وراء منتخب مصر دون نداءات كل التمانات بالتوفيق لمنتخبنا الوطن ان شاء الله والامور تسير على افضل ما يكون انا عايز اروح لتقرير مع دكتور اشرف صبحي الموانس انا بريدة هتقول لي انا بريدة حضر بصفته ايه انا يا بريدة وعيده لاتحاد الدولي وكرة القدم وهو اكلفه بالاشراف على هذه البطولة لانه ده نظام بطولات الفيفا عملها نظام جديد فمن ضمنها البطولة اللي موجودة في مصر نشوف التقرير ونرجع تاني اشتركوا في القناة